هو يعني أنا بحتاجة PPC ID؟ طب الأي سي أي ريبورت متى أسجل فيه؟ طب أنا بعثت أوراقي للعنوان القديم شو رح يصير فيها؟ هذه الأسئلة وأكثر هنجاوب عليها بهذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شمس الشيخ لي صيدلانية مقيمة في ميسيساغا اللي هي جزء من الـ Greater Toronto Area في كندا وصارت بعض التساؤلات أو بعض التحديثات اللي عملتها الـ PPC خلال الآمنة الأخيرة فأدت إلى أنه الفيديو الأخير اللي عملناه عن اللي هو كيف أعادل الصيدلة بالنظام الجديد اللي هو بيساعدك أنك تعمل Document Evaluation خطوة بخطوة تمام؟ حط لكم إياه فوق تمام؟ فهذا الفيديو نفسه في بعض الـ Update صارت عليه تمام؟ الـ Update الأول الـ PPC ID في الفيديو قلنا أنه الـ PPC ID خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة من تسجيلك لـ Document Evaluation هيجيك في الإيميل ولكن اللي صار أنه بالنظام الجديد على نظام سيرتيمي الـ PPC صارت تأخذ ربما حتى شهر أو شهر ونص لحد ما تبعث الـ PPC ID وهذا أدى إلى أنه كمية كبيرة من الطلاب يتساءل أنه أنا يعني لما تبظني أستند PPC ID بدي أبعث ورقي فإنه أنت فعلياً تقدر تبعث ورقك في أي وقت أنت مش مضطر تنتظر PPC ID أصلاً بـ Document Evaluation مكتوب if assigned فإنت أبعث براقك عادي أعمل كل الخطوات بكل أرياحية بشكل عتيادي من غير الـ PPC ID تماماً إنسى موضوع الـ PPC ID السؤال الثاني أو الـ Update الثاني اللي صار أنه بالفيديو ورجيناكم الـ ECA Report تمام؟ الـ ECA Report كان أنه إحنا بالفيديو كان عبارة عن ملف مباشرة واحد بنزله عن طريق الموقع تبعث PPC تمام؟ هلأ صار الـ ECA Report هو بصير فقط فقط متى لما تخلص الـ Document Evaluation فلما تخلص كل الـ Document Evaluation بطلع لك الـ ECA Report على الـ Certimi على الـ Portal تبعتك تمام؟ طبعاً اللي مش عارف شو هو الـ ECA Report الـ ECA Report هو عبارة عن Assessment تمام؟ Credential Assessment إلك لا الهجرة تمام؟ فإذا أنت قاعد ناوي تقدم على Express Entry أو ناوي تقدم على Visitor Visa تحتاج هذا الـ ECA Report عشان تقدمه للسفارة كدليل وإثبات أنه أنت صيدلاني مشان الـ Document Evaluation المعلومة الثالثة واللي صار عليها update في الفيديو كنا بنحكي عن عنوان عنوان الـ P-E-B-C كان عنوان الـ P-E-B-C في Church Street في تورنتو وهلنا الـ P-E-B-C انتقلت لعنوان ثاني اللي هو Hayden Street في تورنتو فبالتالي لازم إحنا إذا أردي بعثنا ملفاتنا لـ Church Street ما في أي مشكلة الملفات رح يتم إعادة تحويلها لهذاك العنوان الجديد ولكن إذا ما بعثنا ملفاتنا فخلينا نبعثها للعنوان الجديد اللي رح يطلع لكم بالفيديو هنا وبنفس الوقت رح نكتبه تحت وطبعاً أكيد دايماً عينيكم على الفيديو description فإحنا لما ننزل فيديو واكتشفنا أنه صار في تعديل أو صار في تغير أو صار في update بنحطه بالdescription بنقول لكم إنه يا جماعة ديروا بالكم ترى صار كذا كذا ترى صار كذا كذا تمام؟ فهذا التساؤل بنحطه بالdescription معلومة الرابعة معنا اللي هي إنه إحنا بالفيديو كنا بنحكي إنه الناس اللي بعملوا لك certification اللي بيوقعوا وراك وقعوا وراك إنت دايماً توقعوا هم بيوقعوا وراك اللي هو حكينا يا محامي lawyer يا commissioner of oath تمام؟ يا حكينا إنه هو ممكن يكون موظف في السفارة تمام؟ بيظل عنا شيء إضافي جديد تمام؟ يمكن الـ PPC إضافته جديداً أو إحنا ما كنا منتبهين عليه سابقاً اللي هي إنه يكون هناك صيدلاني مسجل ممكن كذلك يوقع بس طبعاً إحنا عم نحكي عن صيدلاني مسجل في كندا وليس صيدلاني مسجل في بلدك ببلدك ما بيعترفه غير بس بالمحامي أو السفارة الكندية إذا رحت أنه تروح على السفارة الكندية يعملونك certification تمام؟ بس بكندا ممكن أنت تستخدم هذول الأشخاص تمام؟ حكينا عنهم lawyer والcommissioner of oath والpharmacist ممكن يساعدوك في موضوع certification أو الوراء تبعك أو أنهم يوقعوا وراك ويختموا لا الوراء تبعك تمام؟ آخر شيء وآخر معلومة اللي صار عليها تغيير اللي هي فعلياً إحنا بنعرف هذا الشيء سابقاً أصلاً إنه كان قبل إحنا بنقدر نعمل الـ Evaluating Exam Application والـ Document Evaluation Application نحطها مع بعض الـ PEVC أعملت وهذا حكيناه بالفيديو السابق أصلاً إنه لا لازم تخلص الـ Document Evaluation كله كامل وتوافق عليه الـ PEVC لا تقدر سجل للـ Evaluating Exam تمام؟ والأصل إنه هم رح يخللوا فكرة الـ Document Evaluation الظلها مفتوحة طول السنة بس اللي صار إنه شهر 11 وشهر 12 كان مزدود الـ Document Evaluation بشكل كامل لنص تقريباً شهر واحد فدائماً علينا ندير بالنا إنه إذا أنت في بالك إنك تعادل أو هيك دائماً يعني اشتغل في أسرع وقت تمام؟ ما تستنى الأمور لإنه مش دائماً مفتوح هلأ حالياً الـ Document Evaluation مفتوح تسجل تمام؟ ولكن إحنا زي ما بنقول إنه أنت ما تتأخر تمام؟ ما تستنى لحد ما إنه تشوف شيء أو هذا مجرد أنت قدمت للهجرة في كل هذا تمام؟ مجرد ما حطيت رجلك خلصت الـ Document Evaluation باشر باشر بالامتحانات باشر فيها استثمر وقتك لا تستنى تمام؟ ففعلياً هي هذه الخمس معلومات اللي أنا وتحب أذكرها اللي هي الأبديت المهمة اللي إجتنا تساؤلات كثيرة جداً عنها تمام؟ فحبينا أني أجاوبها بهذا الفيديو هذا الفيديو هو مكمل هو extension تمام؟ للفيديو الأصلي اللي هو كيف أعادل الصيدة بالنظام الجديد فلازم تحضروا هذاك الفيديو بالأول وهذا الفيديو تكمله إلو وشكراً لكم مرة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعاً ما تنسوا تعملوننا لايك سبسكرايب على الشانل